دايماً بتشوق أن يعلمني الرب معكم شيئاً جديداً ونحن نقرأ الكلمة المقدسة ونحاول أن نفهم الحياة في ظل الكلمة ونحاول أن نجد أجوبة لأصعب الأسئلة التي تواجهنا في مسيرتنا في الحياة من خلال الكتاب المقدس أنا على قلبي النهاردة أشارك معكم بمحاولة للإجابة عن سؤال السؤال الذي في ذهني هو كيف نعيش في عالم ساقط؟ كيف نعيش في عالم ساقط؟ أنا إيماني المسيحي يعلمني أن هناك كارثة كبرى ألمت بالخليقة وبالجنس البشري اسمها كارثة السقوط فالعالم الذي نعيش فيه ليس هو العالم كما خلقه الله في البداية لكن هذا العالم أصابه السقوط أصابته كارثة كبرى اسمها السقوط وبالتالي نحن نعيش في عالم مكسور ونحن أنفسنا أصبحنا بشرا مكسورين لأن الخطيئة أو السقوط أثر في الطبيعة وأثر أيضا فينا والسؤال الذي أطرحه في هذا المساء وأحاول أن أجيب عنه كيف يمكن أن نعيش في عالم ساقط؟ أرجو من أخوي الحبيب المسؤول عن الساوند أنه يلاحظ أن فيه إيكو جامد هيتعبني بعد شوية أستأذنكم نوقف مع بعض ونحن نقرأ الحادثة كيف حدست في سفر التكوين أصحاح ثلاثة أعرف أن معظمنا قرأ هذا الأصحاح ربما عشرات أو مئات المرات لكن دعونا نقرأ مع بعض وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لألا تموتا فقالت الحية للمرأة بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمريها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما ما آزر وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضعوا عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه وقال للمرأة كثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدينا أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود ودعس آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد مننا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عد ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة آمين هذه هي كلمة الرب شكرا له أنا أحاول أجاوب عن السؤال من خلال هذا الفصل لكن قبل ما أجاوب عنه أقول فكرة بسيطة عن هذا الأصحاح هذا الأصحاح مكتوب أكيد من كتبوا مسوقا من الروح القدس لكن مكتوب بعبقرية أدبية لهوتية غير عادية هذا الأصحاح من أصعب أصحاحات الكتاب المقدس ولا أدعي أبدا أني أفهم كل ما فيه لكني أتعجب كيف أن الروح القدس مستخدما الكاتب الذي كتبه صاغ أعمق وأخطر الحقائق اللاهوتية الإنسانية التي نحتاج إلى تعلمها صاغها في صورة قصة وقصة قصيرة قصة صغيرة لكن هذه عادة الكتاب المقدس فقصة الخلاص مثلا بكل أبعادها العظيمة ارتجلها المسيح وهو واقف في قصة الإبن الضال عندما أحل القصة الإبن الضال أستطيع أن نجد أبعاد قصة الخلاص العظيم وفي قصة آدم وحواء في الجنة هناك أسئلة بالمئات بدون مبالغة لم يوجب عنها الروح القدس يطرح العقل البشري منطلقا من حب الاستطلاع كنا نحب أن نعرف أشياء كثيرة جدا عن آدم وحواء وهما في الجنة لكن الكتاب لا يجيب والكتاب المقدس ليس مكتوب ليس مكتوبا لإشباح حب استطلاعنا لكنه مكتوب من أجل خلاص نفوسنا فما سجله في هذا الأصحاح سجله بلغة أدبية علينا أن نميز ونحن نقرأ هذه الرسالة المكنونة والمحفوظة في هذه القصة علينا أن لا نتوه في تفاصيل لا لزومة لها ولا نطرح أسئلة لا يجيب النص عنها لكن علينا بحكمة وبمعونة من الروح القدس أن نستخلص الرسالة الأساسية التي يريد الروح القدس أن يوصلها لنا السؤال لماذا استخدم الروح القدس؟ أسلوب القصة ليحكي لنا أخطر التعاليم لأنه إلى اليوم من يفهمون ويدرسون الثقافة والأدب يعرفون أن أقوى وأعمق أسلوب هو أسلوب القصة فلا يوجد شيء يشرح الواقع ويقدم بصورة مقنعة مثل الأسلوب القصصي ولهذا نحن أمام إفداع إلهي يشرح لنا أخطر قضية من وجهة نظري تأتي تالية مباشرة لقضية الخلاص يقدمها الروح القدس في صورة قصة تكلم أناس الله القدسون مسقين من الروح القدس لكيما يصيغ أعمق الأفكار في صورة أدبية في صورة قصة من خلال هذا الأصحاح أحاول أن أتوقف أمام تلت أفكار أجيب بيهم عن هذا السؤال كيف نعيش نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين في عالم ساقط والتلت أجوبة سختهم هكذا أولاً علينا أن نرصد السقوط ونقر به فلا نحبط علينا أن نرصد علينا أن نفتح عيوننا ونقرأ الواقع فنعرف أننا نعيش في عالم ساقط علينا أن نرصد السقوط ونقر به لكي لا نحبط الأمر الثاني علينا أن نفهم السقوط نفهم أبعاده نفهم جوهره ونرفضه فلا نكرره إذا لم نفهم السقوط بخزي وبخجل وبعار شديد سوف نكرره إذن علينا أولاً أن نرصده ونقر بوجوده فلا نعيش في أحلام مثالية وبالتالي عندما نرصده ونقر به لا نحبط لكن علينا أيضاً أن نفهم أبعاده ونفهم جوهره ونرفضه بقرار اختياري منه فلا نكرر مأساة السقوط ثم أخيراً علينا أن نفط للنعمة المقدمة النعمة المقدمة على الرغم من السقوط علينا أن نفط للنعمة المقدمة ونقبلها فنخلص دي الثلاث أفكار اللي عندي أجاوب بيها عن هذا السؤال الصعب كيف يمكن للإنسان أن يعيش في عالم صاقط أبدأ بالنقطة الأولى علينا أن نرصد السقوط ونقر به أي فلسفة أو ديانة أو منظومة فكرية أو نظرة حياتية كل دي مسميات لشيء واحد يسمى world view العين التي تقرأ بها الواقع أي فلسفة أو ديانة أو world view أو فلسفة حياتية نظرة للعالم تعتمد قوتها على قدرتها على تفسير الواقع كيف تفسر الواقع؟ والحقيقة إذا كانت الديانة أو الفلسفة التي أؤمن بها لا تفسر الواقع تفسيراً جيداً هي غير جديرة بالثقة فيها لكن النظرة الحياتية الصحيحة أو world view الصحيحي النظرة للعالم الصحيحة مش بس بتكون تعتمد على أسس تاريخية عظيمة مش بس بتكون متسقة مع ذاتها لكن من أجمل الأشياء التي ترفع قيمتها أن لها قدرة تفسيرية عالية للواقع الذي نرى خلوني أسأل سؤال لماذا نرى الإنسان عظيماً وفي نفس الوقت نراه بشعاً؟ لماذا نرى الإنسان عظيماً وفي نفس الوقت نراه بشعاً؟ بكل معنى البشاعة وصفه سي إس لويس بالقول في الإنسان إما أن نرى الجمال الخالد أو الرعب الأبدي عندما نتعامل مع الإنسان وأذكر حتى قبل أن أقرأ في الفلسفة وقبل أن آتي للمسيح كان هذا الأمر يحيرني بشدة وأنا بعيد عن الله الإنسان كم أنا شغوف به كم أرى من الجمال والعظم في الإنسان ما أحلى الإنسان عندما يكون إنساناً؟ ما أحلى؟ ما أروعه؟ ما أجمله؟ وفي نفس الوقت سمحوني لما أقول في مواقف أخرى ما أحقره؟ ما أبشعه؟ ما أقدره؟ عندما ترى الظلم والقسوة والعنف والنجاسة والاختصاب والأنانية ما هذا المزيج من الجمال الأبدي والرعب الخالد؟ إيده ما تفسير الفلسفات المختلفة؟ أزعم أني قرأت تفسيرات كثيرة لكني لا أرى تفسيراً أروع من التفسير المسيحي الذي يقدم حقيقتين في منتهى القوة إحداهما تشرح عظمة الإنسان والأخرى تشرح بشاعة الإنسان الأولى في تكوين واحد قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا كشباهنا فبينما كل الحيوانات تنحدر من جنسها فهي تأتي من أسفل كجنسها كجنسها يأتي عند الإنسان ويقول كشباهنا فهو انبثاق من أعلى وليس تطوراً من أسفل هذا هو الإنسان هذا هي سر عظمته عظمته أنه مخلوق على صورة خالقه آه ما أروع الإنسان إذا كان إنساناً كما أراده الله الحية مرت على البشرية ألاف السنين وقد طمست معالم الإنسان ولم نعد نرى الشكل الحقيقي للإنسان حتى في يوم من الأيام جاء شخص في الناصرة وفي الجليل وعاش على طراب هذه الأرض يقول يصنع خيراً ولم يدعو نفسه باسم سوى اسم واحد هو ابن الإنسان وعندما أخرجه بلاطس يوم صلبه كان وكأنه يتنبأ ويتكلم بفم الله قائلاً هو ذا الإنسان هو ذا الإنسان هذا الإنسان في روعة حنانه وفي روعة حزمه وفي قوة منطقه وعقله وفي إبداع فكر وأدب ووصيا وتعليم وآيات التي فعلها وتعليم التي علمها وأخلاق التي عاش بها نرى جمال الإنسان كما أراده الله لكن في تكوين ثلاثة نرى حادثة مروعة ينفصل الإنسان عن الله ويطرد الإنسان من محضر الله ويخرج بعيداً عن مصدر ونبع الحياة اسمعوني يا حباي محتفظاً بكل إمكانياته العقلية والإبداعية ولهذا بعيداً عن الله مصدر الحياة صار يستعمل قدراته وطاقاته العقلية والإبداعية في خلق الموت ونشره صار ينشر الموت حيثما حل صار ينشر الفساد والبشاعة والقبح حيثما وصل في أصحاح ثلاثة خرج الإنسان من حضرة الله في أصحاح أربعة نرى أول ملامح البشاعة التدين وثاني ملامح البشاعة القتل وثالث ملامح البشاعة تعدد الزوجات واستغلال المرأة ورابع علامات البشاعة عندما نرى العنف قتلت رجلاً لجرحي وفتاة لشتخي التدين القتل تعدد الزوجات واستغلال المرأة ثم أخيراً الشراسة والعنف في كل المجالات هذا هو الإنسان في بشاعته إذا لجأت لي أي فلسفة لا تستطيع أن تقدم لي شرحاً مقنعاً ولسيما أنه بقية الكتاب المقدس كل الكتاب المقدس يقوم على هاتين الحقيقتين أن الإنسان كائن سامي مخلوق على صورة الله لكنه سقط وصار كائناً بشعاً وباخي القصة تقول أن الله لديه مشروع عظيم لخلاص وافتداء هذا الإنسان لذا أحب الكتاب المقدس وأرى أن الفلسفة المسيحية تقنع عقلي وتشبعني لأن ما يسمى بلغة الفلسفة قوتها التفسيرية للواقع الذي نراه قوة كبيرة لا تدنيها قوة أخرى في تفسير هذه الثنائية الغريبة جمال الإنسان وبشاعة لماذا هو جميل؟ لأنه مخلوق على صورة الله لماذا هو بشع؟ لأنه سقط في الخطيئة ولاحظوا أن السقوط لم يمح الصورة لكنه أفسدها ولم يضيع الإمكانيات لكنه جعل الإنسان يسيء استعمالها وهذا هو سر البشاعة في هذا الإنسان أمر الثاني لماذا نقدس العمل ولا نستغني عنه؟ فيه ناس بتكتئب رغم أنه عندها فلوس تعيش لكن ما عندها شغل تشتغله يقول لك ما قدرش أتحمل عيش بدون شغل وهذا مفهوم لأنه برضو تاني في أصحاح الخلق عندما صنع الله عمل الله الإنسان على صورته صممه لكي يعمل فالعمل غاية في حد ذاته وليس وسيلة لأكل العيش العمل لي بعد أعمق جدا من أنه الإنسان يأكل عيش لكن الرب خلقه ووضعه في جنة عدن لكي يعمله فجزء من كينونة الإنسان لا يتحقق ولا يستطيع الإنسان أن يجبع إلا إذا كان يعمل لماذا نقدس العمل ونجله ولا نستغني عنه نفسيا وروحيا لكننا في نفس الوقت نتألم من العمل وأصبح أكبر مصدر من مصادر تعاستنا في الحياة هو العمل والإنسان يروح الشغل بتاعه ويرجع مغموم مكدر لماذا هذه الإزدواجية أننا نحتاج للعمل مش بس لأكل العيش لكن في نفس الوقت بنتعب من العمل تكوين اثنين وتكوين ثلاثة تكوين اثنين الله صنع الإنسان كاملا مستقيما ووضعه في جنة عدن لكي يعملها ولكي يفرح مع الله بعمله لكن تكوين ثلاثة ملعون الأرض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك بعرق وجهك تأكل خبزا قد دخلت اللعنة ولذا لم يعد العمل ممتعا بل مؤلما لكن لم نزل لأننا مخلوقين على صورة الله لن نستطيع أن نستغني عن العمل ولأننا في عالم ساقط في أرض ملعونة من إن ما نشتغل هلأي روحنا تعبنين وبنعاني أين الفلسفة الحياتية التي تفسر لي هذا الشيء لا أرى سوى إيمان المسيحي سؤال الثالث لماذا يكافح الشاب والفتاة وتدور أحلامهم حول الزواج بل وينفق كل ما يملك لكي يحققوا هذا الحلم أنهم يتزوجوا وأخيرا بعد ما يتزوجوا يقضوا باقي العمر يشكوا من الجواز صراع مرير علشان يتجوزوا وحلم كبير يراودهم أنهم يتزوجوا وبعد ما يتجوزوا يقضوا باقي العمر يشتكوا من الزواج لماذا نقدس الزواج ونقل له تكوين اثنين ولماذا المعاناة من الزواج تكوين ثلاثة في تكوين اثنين ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره تكوين ثلاثة إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك تظل طول العمر تحلمين بظل راجل وبعد ما ترتبط بيه يقهر ويسود ويسيطر وتفسد العلاقات ويحدث الضمار وتحدث المعاناة لماذا نشعر بأن العمل يحتاج إلى فداء والزواج يحتاج إلى فداء تماما كما أن الإنسان نفسه يحتاج إلى فداء لا شك أن المفديين لهم أن يختبروا فداء الله لعملهم وفداء الله لزواجهم لكن بعيدا عن النظر المسيحية أين التفسير وأين الرجاء ما الذي يفسر هذه الشيزوفرينية في موقف الناس من العمل والشيزوفرينية في موقف الناس من الزواج أين التفسير وأيضا أين الرجاء المسيحية تقدم تفسيرا وتقدم أيضا رجاء لكن الآية التي أشرت إليها من أصعب الآيات إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك أردت لها تفسير كثيرة ولا تفسير قادر يقنعني لكن إلا وصلت له لا لغاية من ربي يبعط لي حاجة أكثر إقناعا قال واحد من المفسرين تظلي تشعرين بالاحتياج الملح له وبمجرد ما ترتبط به تعاني من صراع رغبته في السيادة عليك هذا التوتر الحاد في الزواج من أين أتى أتى في لحظة السقوط المرأة التي جعلتها معي لكن أنتقل بسرعة إلى ثلاث كلمات موجودة في تكوين ثلاثة تجعل إذا كنا عاقلين نرصد السقوط ونقر به أقدر لخص حديث الرب للمرأة وحديث الرب للرجل حديث بكشفه عن النتائج الكارثية لاختيارهم المخزي عندما اختار التمرد على الرب وعصيانه الرب تحدث مع آدم الكلام اللي أرنام في جداعي أقرى مرة تاني قال للمرأة كثيرا أكثر أتعاب حبالك بالوجع تلدينا أولادا وتكلم مع الرجل قائلا لأنك سمعت لقول لأمرأتك بالتعب ملعون الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك قدر ألخص الحديثين دول في كلمة واحدة labor بالانجليزية labor والغريبة جدا أن كلمة labor عند الرجالة تعني شغل وعند الستات تعني ولادة كلمة واحدة تلم الدنيا كلها كلمة labor بقي في labor الراجل تعبان والمرأة تعبان لماذا هذا التعب لماذا هذا التعب في الولادة ولماذا هذا التعب هو إذا كان ربنا عايز يكرمنا ويدين طفل ونكثر ونثمر ونملأ الأرض هو ليه يعني مجيء الطفل يرتبط أمه تقعد تصرخ كذا ساعة وبعدين هو ينزل كمان يصرخ فيه ايه فيه حاجة غلط حصنا فيه حاجة غلط وليه الراجل يعني علشان يعول أسرته ويمارس وظيفته كملك وكاهن على الأرض تبقى لترتيب الله ممثلا لله ليه يعني الشأة والتعب والعرق والغلب والصراع والكفاح علشان يكون لؤمة يعيش فيه حاجة غلط فيه حاجة غلط فيلسوف المسيحي ايل وولترز اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس يعلم بأن سقوط آدم وحواء لم يكن أبدا مجرد فعل عصيان عادي لكنه كان حدثا ضخما بنتائج كارثية مروعة على كل الخليقة فلا يوجد شيء واحد مخلوق أفلت من أثار السقوط البشعة سواء نظرنا إلى التراكيب المجتمعية مثل الدولة أو العائلة أو إلى التوجهات الثقافية مثل الفن أو التكنولوجي أو إلى الوظائف الجسمانية مثل الجنس والأكل صاروا حتى دول فسدوا من أكثر الأشياء اللي الناس بتعاني منها دلوقت مسألة الجنس ومسألة الأكل لقد مسهم السقوط بأثاره الكارثية البشعة كل شيء بدون استثناء داخل مجال الخليقة قد مس السقوط جوهره وأفسده قد اكتشفنا أن تحفط الله الصالح انتقلت لمجال التمرد على الله فكل الخليقة صارت تأن وتتمخد معا لأنها أخضعت لعبودية البطء لكن الأمر التاني الكلمة التانية اللي تلفت نظري في هذا الأصحاح هي الخزي في خجل في شعور بالخزي سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ ومن أعلامك أنك عريان واضح أن المسألة لم يكن خوف لكن كان فيه شعور بالخزي وكثير بيسأله عن طبيعة هذا الخزي واحد من الشراح المشهورين اسمه ديفيد أتكنسون بيقول كده فكر معاي في الكلام اللي بيقوله الراجل الخزي هو هذا الشعور بعدم الارتياح لنفسك في أعمق أعماقك أنت من جواك مش متصالح مع نفسك لدينا إحساس داخلي بأن هناك شيء خطأ في أعماقنا لكننا غير قادرين على الإقرار به ولا حتى على تحديد ملامحه هو انزعاج داخلي يأخذ أشكال مختلفة في مواقف مختلفة يأخذ طارة شكل الشعور بالذن ركز معايا طارة الصراع لإثبات أنفسنا تقديم أنفسنا وإثبات أنفسنا وطارة التمرد والحاجة إلى تأكيد استقلالنا عايزة أبقى أنا وأبقى نفسي وأنا مستقل ومحدش ماشي كلامه علي وأحيانا أخرى يعبر عن نفسه في المواءمة والخنوع لمجرد إرضاء من حولنا هناك شيء خطأ قد نعرف نتائجه ونحس بها لكننا نجهل سببه ثم يستدرد ويقول وعلماء السيكولوجي يحاولوا أن يقنعون أن كل ما نشعر به هو بسبب خلل في تربيتنا ومخترع وسائل الترفيه بكل أنواعها كل ما يحاولونه هو أن يلهون بعيدا عنها والدين يوهمنا بأننا أناس أفضل فنحاول أن ننسى مصيبتنا أليس هذا واقع حقيقي أليست هذه حقيقة أي إنسان محترم صادق مع نفسه ألا يشعر بهذا في أعماقه هذا الخزي هذا الانزعاج الداخلي اللي بيأخذ الأشكال اللي ذكرها الراجل هذا الشعور الغامض اللي جوانا ليه مش مرتحي لنفسنا ليه فينا حاجة غلط جبنين كتاب المقدس بيقول حدث في هذا اليوم سمعتوا صوتك في الجنة فخشيت يا إخوتي لا تفسير لهذه الحالة عند السايكولوجي أو الفلسوفي التفسير هو أننا قد سقطنا لقد سقطنا لكن الكلمة الأخيرة هي العري سمعتوا صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان في حين أنه لما خلق في أصحاح واحد يقول في أصحاح كان آدم وامرأته عريانان وهما لا يخجلان في عري لكن ما فيش خجل يعلق تيموثي كيلر على مسألة العري ويشرحها هكذا يقول أن العري في خلاصته والشعور بالعري هو انعدام الثقة في الآخر والخوف منه أن اختراع الملابس هو شيء أكبر جدا من مجرد التحفظ الجنسي إنها خوف من الآخر اسمع والرغبة في التحكم فيما يعرفه الآخر عني علي أن أخفي حقيقتي عن الآخر وأجعله فقط يرى ما أريده أن يراه ويعرف عني ما أريده أن يعرف هذا الخوف وانعدام الثقة يقوداني للاحتكاك والغضب وفشل العلاقات لكن قبل السقوط كان كلاهما كلاهما عريانين وهما لا يخكلان كان لا يوجد عند أي واحد شيئا يريد أن يخفيه عن الآخر لكن اليوم القضية القبرى التي فعلا لم يفلت منها إنسان على وجه الأرض أن حقيقتك غير التي يراها الناس وأننا نتفنن بأشكال مختلفة بل ننزعج ونخاف نخاف أن يعرف الناس عن كل شيء هذا ما تشير إليه الملابس وهذا ما يشير إليه العري ننا نريد أن نتحكم أحدنا في الآخر في مقدار ما يعرفه عني وأريده أن يأخذ عني الانطباع الذي أريده أنا أن يأخذه عني لأني أصبحت غير متصالح مع حقيقتي ولا أريد أن أحد يعرفها عندما نواجه بالتعب في الولادة والعمل عندما نواجه بالخزي اللي يعجز السايكولوجي أو الدين عن شرحه عندما نواجه بمسألة العري ونتائجها مش جدير بنا كناس بنفكر نقول ليه أين السبب هذه نقطة الأولى علينا أن نرصد السقوط وأن نقر به يا جماعة في حاجة غلط حصلت في الإنسان والحاجة الغلط دي مش نقص معرفة ولا نقص تربية ولا قلة يعني لا قلة أدب ولا قلة الدين ولا قلة تعليم مشكلة أعمق مشكلة أن الإنسان سقط في الخطيئة سقط في الخطيئة إذا قررنا بهذا أعتقد أن رسالة الإنجيل أكدت على هذا بالقول بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة رمية 15 وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت كل اللي حكيت ده هو الموت الموت مش أن الواحد رحه تطلع لكن لو الواحد يقعد طول عمره عايش مش مرتاح لنفسه آه ده موت لما الواحد يقعد طول عمره بيختبئ ويخشى الآخر وفي صراع مع الآخر هذا هو الموت لما الواحد يقعد طول عمره في حالة الخزي وفي حالة العري هذا هو الموت دخل الموت واكتاز الموت وملك الموت إذ أخطأ الجميع نحن نعيش في عالم ساقط وإني من كل قلبي وبكل الحب أتوجه لكل من يسمعني عليك أن تستمع لصوت الكتاب المقدس وهو يعلن أن السر هذه المعاناة الإنسانية في كلمة واحدة هي الخطية لقد سقط الإنسان في الخطية وإذا كنت صديقي تقبل تفسيرات أخرى كثيرة عجزت عن أن تقدم تفسيرا حقيقيا عميقا واضحا لماذا لا تجرب هذا التفسير لماذا لا تحاول أن تطبق هذا التفسير لماذا لا تحاول أن تقرأ الواقع بهذه العدسة وإذا نجحت هذه العدسة في أن تريك الواقع على حقيقتي وأن تفسر لك ما يحدث فيه لماذا لا تكون هذه هي العدسة الدقيقة والصحيحة النقطة الثانية علينا أن نفهم جوهر السقوط علينا أن نفهمه في جوهره ثم عندما نفهمه نعمل إيه نرفضه لكي لا نكرره يعني إذا اقتنعنا أن اللي حصل ده جاب كل الكوارث دي فأعقل شيء وأحكم شيء طيب قولنا هي العملة السودة دي جات منين علشان ما نعملهاش تاني لأنه أكيد لو عملناها تاني هنزود المشكلة وده اللي بيقولوا في روميا خمسة المشكلة في روميا خمسة إنه الجميع عملين يعملوا إيه ها يخطئوا 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 وبيخطئوا ليعمقوا مأساة السقوط وبرضو في هذه النقطة فهمنا للسقوط هركز على ثلاث أفكار فكرة الأولى تقدرش تتكلم عن السقوط من غير ما تتجاهل ثلاث شخصيات الشخصية الأولى هي الشيطان لم يذكر اسمه لكن من الواضح أنه هو اللي يدخل فيه الحي طبعا اللي بستغرب له أحيانا بصوا أنا معز بروحي فيه وعملا فكر فيه واحد يقول لك بس هو زي الشيطان يقدر يدخل في الحي يعني يسيب الحكاية كلها يسيب المأساة اللي احنا فيها ويشبط فيه هو شيطان ريكب الحي يعني أحيانا لما حد يسألني السؤال ده في محاضرة عن السقوط بتخيل واحدة جاية المستشفى على آخر نفس عمالة تنزف عمالة تنزف وهتموت وبعدين الدكتور يقول وانت ركبتوا أوتوبيس نمرة كاما عشان تيجوا لهنا السخافة دي يا أخي ما تشوف المأساة الحقيقية اللي احنا فيها مشغول وازاي الحياة تكلمت قصة يا حبيبي قصة عشان يصور لك ويبين لك حقائق رهيبة حقائق لاهوتية تشرح لك المأساة الإنسانية ما تشبطش في حاجات صغيرة ملهاش أي لازمة وتسيب الجوهر مش عقعد يفصلك مش رسالة الكتاب المقدس انه يشرح لك كيف يمكن للروح أن تتعامل مع المادة وكيف يمكن للروح شرير أن يمتلك حيوان مش دي القضية خالص مش شغلنا درس في الشياطين وإزاي بيشتغل شغلتنا أهم من كده أن هناك كارثة إنسانية حدثت الشيطان ثم آدم ثم حواء هم دولة ثلاث شخصيات العناصر الأساسية في قصة السقوط وأف عند كل واحد وأف صغيرها بسرعة هقول ثلاث أفكار الفكرة الأولى هناك عدو يكره الله ويعمل بلا هوادة ليشوه صورته علينا أن نكون حكماء وأن نجمع كل الأدلة التي تعيننا على رفض أكذيب إبليس نحن لم نزل نعيش في هذا الصراع كل يوم يوجد عدو لله وعدو لنا لا يفتأ لا ينفك لا يكف في كل لحظة أنه يهمس في أذاننا محاولا أن يشوه صورة الله هذا هو صراعنا هذه هي حربنا بعد عشرات السنين في معرفة الرب اليوم وأنا أخدم الرب وبعد اختباري لكل أشكال صلاح الله لو حاولت أكتب كتب عن صلاح الله معي شخصيا وتداخلات المعجزية في حياتي ما تكفيني كتب الأرض ومع هذا لا يمر علي يهوم لا يحاول العدو أن يشككني في صلاح الله في روعة الله في سلطان الله في قدرة الله لا دي مش هتتحل بقى دي هتودك في ذهن لا دي بقى هي الأخ دي إزاي هيحلها أو هو فين هو ليه مش سائل هو ليه مش سامع أكيد مش حاسس بك مش يمكن كل اللي أمنت بي وهم ويظل إبليس يلاحق كل إنسان محاولاً أن يشوه صورة الله وعلينا أن نقاوى وعلينا أن نجمع نجمع مش تنفخ فيه وتهشه على فكرة ما بيتهشش بالنفع إبليس مش قطة تقوله بس يختشي لا إبليس على فكرة أقوى شوية من القطة إبليس كأسد زائر إبليس كأسد زائر إبليس بيعرف يصنع الحج علشان يلبسك العمة علشان يخدعك كما خدعت الحية حواء بمكرهة هكذا أخاف عليكم أن تفسد أذهانكم تفسد إبليس مش شاء بس بيسوه يمشي يمشي لا يا حبيبي لكن إبليس يحتاج أن تواجه أكاذيبه بأدلة وعلينا أن نجمع الأدلة من تاريخنا من معاملات الله معنا علينا أن نجمع الأدلة من الكتاب المقدس علينا أن نجمع الأدلة من التاريخ لكي نضحط أكاذيب إبليس بوليس بيقول كلمة مرعبة لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره عندما لا نجهل أفكاره لا يطمع فينا وإذا جهلنا أفكاره سيطمع فينا هناك عدو إخوتي الأحباء عندما نفهم السقوط السقوط في جوهره بدون الدخول في تفاصيل كثيرة جوهر السقوط أن العدو كذب كذب على حوى وحوى سدقت سدقت أحقا قال الله رجل سقراطي الحقيقة ليس أرستقراطي سقراطي يعني بينتهج أسلوب سقراطي أنا مش بقرر أنا مجرد بسأل أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر بص المجرم لا تأكل من كل شجر الجنة بياع شاطر وعارف كويس أوي 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 أنه هي شجرة واحدة لكن يقول لك ارفع السعر أوي علشان لما الزبون يفاصل تقدر طب أنت برضو كذبان حقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة ورمالها الطعم وهي على طول خديته لا من ثمر شجر الجنة نأكل حوى عيب ربنا قال حاجة أكتر من كده في أدلة أكتر من كده حوى وأنا بأهيب بكل أخت وبكل أخ أوعي تغلطوا لا أنا مش أكلمكم أكلم نفسي وأقول لنفسي يا نفسي أوعي تغلطي غلطة حوى وتهملي أحداث معينة الله فعلها معك وتتجاهليها أوعي نفسي تبقي غبية وتقولي نص الآية أوعي نفسي تنسي ماذا صنع الله معك ماذا قال الله لك أوعي تنسي تاريخه معك لا يا حوى أنت وقعت في خطر كبير وواضح أن العدو جاب جون فيك حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة قالت المرأة من ثمر شجر الجنة نأكل لا كان لازم تقوله من ثمر كل شجر الجنة نأكل وربنا قال تأكل أكلا تأكل بحرية ليه حزفتي دول يا حوى ليه ما ردتيش رد قاطع أنت مش عارفة أنه إبليس ده سكتنا له دخل بحماره ما تعرفيش أنه إبليس ده مجرد أنك تفاق بس تتهاودي معاه شوية يروح ناطق تاني هو أول ما جاب الجون ده نفسه تفتحت فراح مكمل هي بتقوله وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا ما فيش ده لما التمساء دي ربنا ما قالهاش خالص وبعدين يعني أنا مش متأكد إذا كانت شجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة ولا لا أنا المتأكد منه أنه شجرة الحياة في وسط الجنة لكن شجرة معرفة الخير والشر النص العبري ما بيبينش أو إذا كانت ولا حتى العربي لو قرنا بتطقيق لكن الحاجة المحرومة منها هي اللي بقيت قدام العين وهي اللي بقي فيه شعور يعني بالظلم الرهيب إن أنا محروم من الحاجة دي لا تأكل منه ولا تمسها إله سادي قاسي بيمنح حاجات غريبة ملهاش أي معنى أنها تتمنع وبعدين بقى رح تمزود حتة غريبة وغيرتها غيرت تغيير مخيف عشان كده أقول لنفسي يا نفسي يا نفسي احترمي عقلك واحترمي كتابك وايري الكتاب بدقة والتزمي بما يقوله الكتاب ربنا يا حوى ما قالش لألة تموتها بالعكس كلمة لألة تموتها يعني فيه احتمال لكن ربنا قال موتا تموت يعني فعل مشدد جدا يقيني جدا ما تتمسكش قوي ما تاخدهش كده يعني هذا هو أسلوب الحية وهذا هو رد فعل حوى كان حريا بك يا حوى أن يكون تعفاعلك مع الحية بشكل مختلف طبعا الحية ليه تروح عما لا تسجل أجوان بقوة فراحت دخلها بكذب صريح واضح واضح يعني مفضوح فقالت الحية لن تموتها لن تموتها لن تموتها وأصبح الجو مهيأ لتصويب أسوأ سهم مسموم بل الله عالم أنه يوم تأكلاني منه تنفتح أعينكما وتكوناني كالله عارفين الخير والشر والحقيقة الكلام ده مش كله كذب لكن هذه هي عادة إبليس لأن الكتاب بيأكد مرتين بعد كده أنهم لما أكلوا إن فتحت أعينهما وعلم أنهم عريانان لكن كمان الرب يقول هو إذا قد صار الإنسان كواحد منه عارفا الخير والشر لكنه لم يركز على الوظيفة لكن يركز على الخطيئة خطيئة التأله تكوناني كالله تكوناني كالله هشرح إيه معنى الكلام ده في كلامي عن آدم شوية لكن على الأقل ناخد بالنا نتعلم ما نحوى إن في حياة إن في إبليس بيحاول يشوه صورة الله على فكرة الله لما نعرف ما قصده بعد كده الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة هو عايز إن احنا نكون مشابهينه بس بطريقة تاني وفي حاجة تاني خالص هو بيحبنا أكتر ما احنا بنحب روحنا هو باكي علينا هو عايز يرتقي بينا أخلاقيا هو عايز يغيرنا من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها هو سنراه كما هو لأننا سنكون مثله سنكون مثله لأننا سنراه كما هو سيغير شكل جسد توضعنا ليكون على صورة جسد هو اللي عايزنا نبقى زيه قديس أثنسوس لي عبارة شهيرة قديمة لقد صار الله إنسانا لكي يجعل الإنسان شبيها بالله ويجعله إلها بالعكس ده هو في يوم الأيام سيتجسد ويموت لكي يرفعنا ويجعلنا مع المسيح هو بكر بين إخوة كاثرين لكن النقطة الثانية بعد ما نواجه الحية بأننا نجمع الأدلة على صلاح الله على سلطان الله أمين؟ سلطان الله يعني طب إزاي ما هو أصل اللي حصل ده بكرة ممكن بكرة إيه؟ ما لكم البكرة ما لك أنت وما البكرة إعلقتك أنت ببكرة تعرف إيه أنت في بكرة وتقدر إيه أنت على أي حاجة في بكرة بكرة ده مش بتاعنا خالص خالص وهو مين قال إن أنا هاب موجود لغاية بكرة يكفي اليوم الشر لكن في نفس الوقت أؤمن إنه لو فضلت البكرة وبكرة جاب أوحش ما عنده لي يا إله كان شايف بكرة قبل ما ييجي وعارف بكرة ويقدر على بكرة أنا كل اللي أعمله ألزق في إلهي وتسند عليه وأثق في صلاح وفي سلطان وفي أمنته وفي محبته لكن أيضا هناك نقطة تانية محدودية علينا أن نقر بها فنحن لا نرى مثله وبالتالي لا يمكننا تعريف ما هو الخير والشر دي نقطة جوهرية أرجو أن ننتبه لها المقصود مش معرفة الخير والشر لكن تعريف الخير والشر والفرق هنا يبدو إنه بسيط لك الحقيقة هو فرق جوهري جدا أنا أؤمن إنه آدم مخلوق عاقل كامل كان يعرف إيه الغلط وإيه الصح وتعرف لو ما يعرفش إيه الغلط والصح كانش ياخد وصية كون ربنا يوصيه يبقى معناه أنه هو عائل ومسؤول ويقدر يعرف إيه الغلط وإيه ويعرف إن عسيان ربنا ده حاجة غلط حاجة شر لكن الموضوع أعمق من إنه يعرف الخير والشر الموضوع أنه هو يعرف ما هو الخير وما هو الشر يعني يعرف ما هو الخير وما هو الشر يعني يبقى كفء في ذاته أن يستقل عن إله ويرى لنفسه وده يفسروا فكرة إن فتحت أعينهم لأنه أكيد ما كانش ربنا خلقه بعنين مقفولة لكن لما يقول صارك واحداً مننا عارفاً الخير والشر يعني يقدر دلوقتي يشوف لنفسه خلاص بيشوف لنفسه برضو أنا هكلم نفسي هنا وأقول لنفسي يا نفسي أنت من أمس ولا تعلمي أنت بالعافية عرفة تشوفي اللي حواليك أنت ما تعرفيش أعماقك ما تعرفيش قدامك ما تعرفيش الناس حواليك في كل قرار يا نفسي تذكري أنك أصغر جداً من أن تعرفي ما هو لخيرك وما هو لشرك آه هناك بعض الأشياء علمتني فيها الخبرة وعلمني فيها الكتاب ما هو الخير وما هو الشر لكن يبقى أن كل يوم مئات الظروف تتحداني حتى الصلاة من أجلها ما باباش عارف أصلي أقول إيه لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي يعني يقصد إيه بولي سنة يعني يقصد لو أنت عارف الخير بالضبط في الاحتياج اللي أنت فيه هتطلبه لكن بولي سبولي إحنا مابنوباش عارفين لا نعلم بالضبط يعني عايز يقول إن ربنا لما خلقنا كان قصد إن إحنا نبقى لازقن له طول الوقت علشان في كل حاجة نعمل إيه نسأله أكدر شيء كان بيمتعني ويزهقني وأولادي صغيرين إنه كنت أحب أقضي وقت طويل معهم وهم طول الوقت بيعملوا إيه يسألوا بابا دي إيه دي إيه دي إيه بعدين قريط مرة إنه الطفل في عمر ست سنين بيسأل ربعمائة سؤال في اليوم أنت متخيل بس الأسئلة دي فيها إقرار بحكتين حكتين إنه هو ما يعرفش وبابا يعرف هو ما يعرفش لكن بابا يعرف بابا بيعرف وهو بيجي بكل ثقة يسألني في كل حاجة متأكد إنه بابا يعرف بس بابا الأرضي ما بيعرفش لكن أبوي السماوي يعرف كل حاجة وأنا كنت بازهق من أسئلة ولادي لكن أبوي السماوي عمره ما يزهق من أسئلتي تعرف إزاي لأنه كرر السقوط إلزأله وفي كل صغيرة وكبيرة إسألوا بلوهي صح هتختبر زينا حمية ألهمني إلهي قل له أنت عناية اللي بيها أشوف أنا معرفش أشوف لروحي وخاف أشوف لروحي لكن كن ضعيفا صغيرا متكلا على إلهك توب للرجل المتوكل على رب درب نفسك وتبنى هذا التوجه أخيرا لكي نفهم السقوط ونرفضه أول شيء نفهم إن فيه تشويه لصورة الله بنا عليها العدو والمشكلة نمرة تنين إن فيه محدودية لم يقر بها آدم وقرر إن هو يشوف لنفسه نمرة ثلاثة لدينا حرية علينا أن لا نسيء استعمالها هذه مشكلة خطيرة أول ما مدي إيده عشان يأخذ من الشجرة مش رح طلع كده دراع من الشجرة وكسرت له إيده يا سلام ياريت لو كان يحصل حاجة زي كده لكن ما حصل هيكل هتمدي إيدك هتاكل لدينا حرية بس ياريت نخاف من حريتنا ونحسن استعمالها ونتردد شوية قبل ما نقرر ونستعمل حريتنا قال واحد من المفكرين العظماء أعظم عدول الحرية هو الحرية لأنه بعد ما بتستعمل حريتك في شيء غلط بتصبح عبداً للشيء اللي انت اخترته آه انت بحريتك على فكرة ممكن تدخن حشيش وتعمل قدعه كبير وراجل وحر ومحدش يقدر يمنع ماشي بس بعد كده يا حبيبي يا غلبان موطي راسك ومدلد راسك وبتروح تشحد فلوس ولا تسرق فلوس ولا تصرف اللي حلتك لأنك بيت عبد ما تقدرش تبطر خلاص انت كنت جادع قوي وحر قوي لغاية ما خدت القرار بس بعد ما خدت القرار القرار هو اللي بيستعبدك ما بيج انت سيد قرارك بقي القرار هو سيدة كنت بقيت شخشيخة في يد القرار اللي انت أخذته أوعى تسيء استعمال الحرية ولألا تكرر مأساة السقوط أختم بالفكرة الثالثة والأخيرة تتصوروا في المشهد المؤلم الكئيب ده هناك نعمة نعمة مقدمة في ثلاث أشياء بص كده معايا في عدد طمنتاشر في تكوين ثلاثة يقول له وهو يتكلم عن الشوك والحسك شوكا وحسكا تنبت لك بعدين يقول وتأكل عشب الحقل لا تنسوش العبارة الجميلة دي تأكل هنا عشب ثمر ثمر الحقل المشهد الكئيب انه الشوك والحسك طلع لك في كل حاجة ما فيش حاجة في حياتك كملت يا أخي كل حاجة جميلة طلع لك فيها في الآخر ايه شوك وطبعا انت ايه تفسيرك انا فقري لا انت مش فقري ولا حاج لا انت مش فقري ولا حاج انا حظي وحش لا انت مش حظك وحش ولا حاج الارض ملعونة ونحن نعيش في عالما صاق شوكا وحسكا تنبت لك يعني بص انا عملته وعملته وخدته وصلت بس يا أخي ما كملتش ما كملتش ايه شوكا طلعت لك شوكا ما فيش حاجة وحدة يا ربي في الآخر بتكتمل بشكل جميل في حد فيكم خلت حياتك من كلمة بس عارفين كلمة بس يعني حصل وحصل وحلو وحلو ايه بس 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 اللي بعد بس بقى اللي بعد بس اهو اللي بعد بس ده الشوكا اللي طلعت لك فيها ما تزعلش ما تحبادش احنا مش في الفردوس احنا مش في جنة عدنا قبل السقوط طول ما احنا برة فيه بس وبسات شوكا وحسكا تمبت لك الصحة كويسة قوي 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 الحمد لله بس الولاد حلوين قوي اشكر ربنا بس الشغل بتاعي نعمة نعمة من عند ربنا بس طلع لي حاجة وحدة طبعا غير يسوع اللي ما فيهوش بس لكن طلع لي حاجة وحدة تانية في الدنيا ما فيهاش شوكا شوكا وحسكا عشكا ما تحبادش ما تحبادش كده سازج وتتعقد وتحس كده ان انت الوحيد اللي مظلوم في الدنيا وانت اللي بس اللي اللي يعني مش مشا معاك لا هي كده مع الكل على فكرة بس الانانية بتاعتنا وتمركزنا حوالين الزاد بيخلينا مش شايفين غير بس بتاعتنا احنا لك على فكرة كل اللي حوالي كل اللي حواليك عندهم البسات بتاعتهم للصبح وعندهم الاشواك اللي مغلباءهم بس انتصار في المشهد ده يقوله شوكا وحسكا تنبت لك وإيه كمان لكن تأكل عشب الحل في خير جاي في خير جاي وانا اقول على الرغم من كل مآسي السقوط لم يحرمنا من خيره ابدا وده مش احنا بس يشرق شمسه على اشرار والابرار على الصالحين والطالحين لم تحرم الارض يوما واحدا من نعمته من امطاره بالخيرات لم يمنع خيرا عن انسان واحد على وجه الارض هذه هي نعمة الله للجميع نعمة الله العامة حاول انك تدركها يا اخي حاول انك تحددها وتقبلها وتشكر الله عليها كنت بقرأ كتاب لمفكر مسيحي اسمه قص جنس الاسبوع ده عن الشك الناس اللي بتقع في الشك في الله فقال واحدة من اكبر اسباب الشك سماه شك عدم الامتنان الناس دي ما عنداش امتنان فعلا الناس دي ما بترجعش تاريخها وتشوف ربنا عمل معاها قد ايه الناس دي غير ممتنة عشان كده بيشكوا لكن كمان فيه امر تاني مش بس فيه ثمر الارض فيه اقمصة من جلد واذا كان ثمر الارض بيتكلم عن نعمة الله الخاصة باكسادنا ومراحمه بالامور المادية في عالم ساخط فالاقمصة من الجلد بتتكلم عن الامداد الروحي لخلاص نفوسنا كيف يعالج نفسيتي فاكرين العري والخزي اللي شرحتو يعالجوا ازاي يعالجوا بحاجة اسمها بر المسيح ذبيحة المسيح موت المسيح صنع الرب الاله اقمصة من جلده وعمل ايه والبسهما دعوة الرب ليك ودعوة الرب ليك تعالى لبسك يعني ايه تعالى لبسك بقى في المنظر ده تعالى ألبسك علاج وشفاء من الخجل والخزي والزم وكل المقاسي اللي انا شرحتها طبقا للفيلسوف اللي شرحتها ده هذا الصراع الداخل تعالى يسوع شفيك ودي أقمصة من جلده مش من ورقه ربنا عنده نعمة عنده امداد خاص يشفي بأعماقك روحيا من الداخل أنا الرب شفيك تعالى لكن كمان هناك رجاء أجمل عبارة في هذا الأصحاح نسل المرأة سيصحق رأس الحياة هي والأصحاح بدأ بمين؟ بالحياة الحياة هي لقابة البلاوي دي كلها لكن أروع آية نسل المرأة سيصحق رأس الحياة يوجد شخص سيأتي عن قريب وسيعتق الخليقة من عبودية الفساد وسيحرر الأرض من كل ما جلبه عليها السقوط لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله لنا رجاء عظيم في يسوع الملك ابن الله الحبيب الذي مات على الصليب وقام مات لكي ما يشفينا من خطيانا بدمه ويقدم لنا غفران الخطايا ويقدم لنا عطية البر بيدمجنا في البر الإلهي بيدخلنا لحضرة الله بيعطينا شفاء داخلي فنبرأ من الخزي والعار نكتسي البسني ثياب خلاص وكساني رداء البر فيجعلك كجنة رأية وكنبع مياه لا تنقطع مياه ويقودك الرب على دوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك هذا هو الشفاء الإلهي بوليس بيقول أن الخليقة لما أخضعت أخضعت للبطل على الرجاء أين الرجاء؟ أنه نسل المرأة سوف يصحق رأس الحية إذن إذا أدركنا أن السقوط موجود وأقرينا به نفسنا نفهمه نفهمه في الثلاث كلمات اللي قلتهم أن لا نقبل أكاذيب إبليس أن ندرك محدوديتنا فنلزأله ونسأله كتير في كل صغيرة وكبيرة ما نشوفش الروحنا نخليه هو شوف لنا والحاجة الثالثة لا نسيء استعمال حرية دولة الثلاث حاجات اللي قابوا السقوط طيب إيه اللي ربنا بيقدمه لنا؟ في عالم نساقط بيقدم لنا نعمة والنعمة موجودة نعمة من جهة الأمور المادية ونعمة من جهة الأمور الروحية وفي نعمة من جهة المستقبل أن المسيح سوف يأتي دعونا نقف جميعا في الختام خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنرنم مع سامح ولي يا رجاء عند أي شخص أي امرأة أي رجل الوقت اللي جاي ده دقتين دول مهمين أو اللي اللي يقدر يستنى يستنى أتمنى من قلبي إذا كنت مقبلتش المسيح مخلص لغاية النهاردة ارفع قلبك للرب وقل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ وسمحني يا رب أنا برجع لك غمض عينيك من قلبك قل له يا رب يا أنا إزاي كنت عايش في هذا الاستقلال الغبي عنك أنا برجع لك الليلة أثق في دم الحمل دم الحمل يسترني ويغطيني أمين صدق من فضلك صدق أن الله صالح من نحوك وصدق في مشروع فداء أليك الله عنده مشروع فداء عبر عنه بالأقمصة من الجلد يغطيك يغطيك يعالج خزيك وعريك أنا نفسي الوقت اللي جاي وانت بترنم مع سامح خلي الترنمات تصعد كصراخات من قلبك للرب وانت بتطلب خلاصه وغفرانه وطلب المصلحة معاه ارجع له ارجع له هو بيحبك وبينادي عليك وهو يقدر يعالج الخزي والعار يغطي ويلبس ويحرر